مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر إلا أنا مخذوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر سافر إلا واحد إيماني واحد وملوه شي تاني حبني ومت على شاني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفصر أرضوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا أنا مش كافر مش هدين الأحباء في كل مكان في العالم من خلال شاشة قناة القرمة برحب بكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر أنوان حلقة النهاردة بنعمة الرب حوارات مع إخوات المسلمين كان من المفترض أو من المفترض يكون أخونا أحمد من العراق يشارك باختباره لكن هناك عطل يمنعه عن ذلك لكن إذا دخل إثناء الحلقة نصلي أن الرب يستخدم ويستخدم اختباره في بداية الحلقة احنا تعودنا أن احنا بنرفع قلوبنا وبنصلي نطلب بركة الرب على وقتنا ونطلب أن الرب هو ليقود الحلقة وأن كل كلمة يكون طلعة بقيادة وبإرشاد من الروح القدس ومنصلي أيضا يكون أفكارنا وموضوعاتنا بتلمس احتياج أخواتنا المسلمين وبيجد قدام أخواتنا المسلمين إجابات على الإسئلة التي تدور في خاطرهم والتي تتواجد في قلوبهم من تجاه أو تجاه من هو المسيح والإيمان المسيحي في بداية الحلقة أيضا هنصلي لأجل قناة القرمة والاحتياج المادي الموجود على قناة القرمة من أجل استمرار رسالتها أن الرب يسدد كل احتياج بحسب غناه هو في المجد خلونا نصلي يا رب بنرفع قلوبنا بنعظمك ندي لك كل المجد والقرامة الغنى والسلطان لشخصك المبارك الكريم يا رب بنشكرك لأجل محبتك لبني البشر لأنه مكتوب يا رب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية من أجل ذلك يا رب وأنت تحب كل العالم صناعة خلاص وفداء للإنسان للنفس البشرية يا رب اللي استعبدت للخطية اللي استعبدت لإبليس اللي استعبدت لروح العالم بفلسفاته ومبدءه من أجل ذلك يا رب مكتوب أيضا أنك تريد أن الجميع يخلصون وعلى معرفة الحق يجبلون من منطلق ذلك يا رب احنا بننادي ببشارة المحبة الإنجيل الذي هو الخبر الصار الذي يتكلم عن محبة الله للبشر الإنجيل الذي هو الخبر الصار الذي يتكلم عن أن هناك خطة فداء وخلاص للإنسان الإنجيل الذي هو خبر الصار الذي بيعلن لنا بكل وضوح عن المسيح الإبن الوحيد الذي هو كان في حضن الأب هو خبر وأعلن لنا عن محبة الله أعلن لنا عن صلاح الله أعلن لنا عن مقاصد الله تجاه الإنسان شكرا جدا يا رب لأجل محبتك وشكرا لأجل كلمتك المباركة المقدسة كلمة الله الحية والفعالة اللي فيها بنجد الحياة واللي فيها بنجد يا رب الخلاص واللي فيها بنجد النجاة واللي فيها بنجد صلاحك وبنجد يا رب محبتك يا رب استودع الوقت بنيديك وبصالي انك انت لقود الحلقة يا رب اعطينا ارشاد بالروح القدس وتكلم انت فينا يا رب ما يحتاج اخات المسلمين ده غرضنا وهدفنا ان الكل يعرفك يا رب الموضوع مش موضوع صراع ديني مين يكون عنده الاكتر او مين ينتقل الى الدين الاخر بجموع اكتر لكن الموضوع موضوع حق يا رب وانت مكتوب يا رب ان تعرفون الحق والحق يحرركم يا رب فمن فضلك يا رب ساعدنا لا يكون غرضنا كما يذعوا الناس او يعتقدوا فينا ان احنا بنحاول ننق الناس من دين الى دين لانك لم تأتي لتؤسس ديانة وليس لدى الله دين لكن عند الله طريق لخلاص الانسان ونجاة الانسان يا رب من فضلك يا رب اعطينا النعمة في كل موضوع بنلمسه بنطرحه يا رب لا يكون هدفنا استفزاز او هدم او يا رب محاول التشويه لكن هدفنا هو ان نشاور على الحق نتكلم عن المحبة الالهية نتكلم عن الخلاص الالهي يا رب ان كنا بنعرض في بعض الحلقات لبعض الامور اللي بنطرح فيها اسئلة تجاه اخواتنا المسلمين وبنقترب من عقدتهم وبنقترب من بعض الامور اللي بيؤمنوا فيها يا رب ليس الهدف يا رب تشويه ولا الهدف ان احنا بنحاول يا رب نسيء الى معتقدات الاخرين لكن الهدف ان احنا بنطرح اسئلة لعلنا يا رب نفكر ولعلنا نبصر الحق ولعلنا نصل الى الحق فمن فضلك يا رب دينا نعمة في كل حلقة وفي كل فكرة بنقدمها يا رب يا رب مرة تانية صلاتي لاجل اخوات المسلمين ان يعرفوك ان يتعرفوا على محبتك ان يعرفوا ان هناك طريق يا رب للخلاص مدفوع الثمن مقدما من خلال موت المسيح لاجلنا على الصليب ان يعرفوا يا رب ان الصليب كان هو قوة الله للخلاص كان هو خطة الله لانقاذ البشرية ليس الموضوع موضوع خذي او عار او شخص تألم يا رب او زي اله يسيب نبي يتألم او زي اله يضحي بابنه يتألم هذه الاسئلة الكثيرة التي تدور في خاطر اخواتنا المسلمين لكن يا رب مش شايفين على الجانب التاني بعن الفداء معنى التضحية معنى البذل معنى الحقيق للمحبة فساعدنا يا رب نكون ناخد باديهم ننقلهم للمعاني الروحية العميقة والجميلة يا رب في كلمتك يا رب يا رب استودع بلادنا من ايديك يا رب السورية العراء اليمن ليبيا مصر يا رب نصلي لاجل وقف تام لكل اشكال الخراب والدمار والقتل وسفك الدماء يا رب اصلي ان نور محبتك يشرك على هذه المنطقة وعلى هذه البلاد يا سيدنا رب فيعرفوك انك انت الاله الحقيقيق وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته من اجل خلاص البشرية ومن اجل نجاة الانسان يا رب نعلم وندرك يا رب من خلال كلمتك ان لا يمكن يا رب ان القلب البشري ينعم بالسلام الا من خلال ان يسكن فيه رب السلام اله السلام ربنا يا سوع المسيح وبدون سكن الروح القدس وبدون حلول الرب في قلوبنا وفي حياتنا لن تنعم النفس البشرية بالسلام وبالتالي لن تنعم البلاد بالسلام سيكون دايما يا رب غاية النفس البشرية هي الانتقام والحرب والخراب والضمار لكن يا رب ساعدنا النهاردة نقدر نساعد إخواتنا يا رب ان هم يختبروا السلام من رب السلام الحقيقي ربنا يسوع المسيح يا رب استودع الوقت استودع كل كلمة هتتقال وكل فكرة يا رب هنترحها دينا نعمة يا رب دينا نعمة في توصيل الحق واد يا رب ان يكون فيه تجاوب مع الحق بكل تواضع واتضاع امام كلمتك المباركة وامام عمل روحك الكدوس في اسم الرب يسوع بصالي الاجل تزديد كامل لكل احتياجات القناة يا رب على ان تستمر وتتسع اكتر في الخدمة وتصل الى الكثيرين من المحرومين يا رب من خلاص ومحبة ومعرفة محبة الله لهم في اسم الرب يسوع المسيح امين اخوات المسلمين احباء الرب اللي بيحبهم الرب لان كلمة الرب بتغبرنا هذا الحق لان مكتوب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابناه الوحيد لكي لايها لكل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية النهاردة بنعمة الرب طالعين نتكلم مع بعض طالعين عشان نقول لكم احنا بنؤمن بايه طالع عشان اشارككم ايات الانجيل وطالع علشان نهاردة اتكلم معاكم في بعض الامور الغير مفهومة لديكم من جهة الايمان المسيحي طالع عشان اسمع لاسئلكم من جهة الايمان المسيحي حوارنا هو حوار باحترام حوار هدفه الوصول للحق حوار هدفه تمجيد اسم الله حوار هدفه ان نشوف مقاصد الله من جهة الانسان الموضوع اخوات المسلمين مش موضوع دين او مين يكون عدده اكتر مش داخلين في مبرزة وانا بعلم تماما ان لا يمكن الله يدخل في هذه المبرزة ولا يمكن الله يدخل في هذا الصراع الله اعظم من انه يدخل في مبرزة الناس يبارس فيها بعض من الدين الاكتر او من الدين الاكثر انتشارا او من الدين الاكثر اتساعا او من الدين الاكثر توافقا مع العلم او غيره دي مش مقاصد الله من جهة الانسان وده مش مقاصد الله من جهة طبيعته طبيعة المحبة طبيعة الحكمة طبيعة الحق طبيعة النور الله مش داخل في المبرزة اللي فيها الناس بيبرزوا بعد وكل واحد بيحاول يلغي اللي قدامه على أساس أنه هو يثبت للآخرين ولنفسه أولا أنه هو الدين الحق الموضوع مش موضوع كده وإلا الله اللي خلى الإنسان واحترم الاختلاف ما بين البشرية كان لو الأمر بيتاخد بالشكل ده كان الله صمم الإنسان وخلاه يمشي في اتجاه واحد وفي زاوية واحدة لأن الله من البداية قرر أن يعطي للإنسان الحرية الكاملة والإرادة الحرة في اختيار طريقه الله ما بيفردش نفسه على الإنسان قفارد السيد على العبد لكن الله بيعلن محبته للإنسان لأن الله إله محبة كلي المحبة وبالتالي يريد أن الإنسان يدخل معاه في علاقة حقية علاقة محبة مش يعبده خوفا أو قهرا أو يعبده طمعا في بعض امتيازاته أو خوفا من عقابه لأن الله يريد الإنسان أن يدخل معاه في علاقة حب حب لذاته حب لشخصه حب لمحبته لنا عشان كده الرسول يوحن بيقول الكلمات دي بيقول كده نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا لما أدركنا محبة الله بدلنا بالمحبة مش لما شفنا أحكامه من جهاتنا أو لما شفنا أنه فيه عذاب وأنه فيه نار خفنا فعبدناه أو لما شفنا أنه فيه جنة فيها امتيازات معينة وفيه خير معين يعني ترغبنا فعبدناه أساس العبادة الحقيقة السليمة المقبولة لدى الله لا تقوم على أساس التخويف والتهديد من الخوف أو العذاب ولا تقوم على أساس ترغيب فيه امتيازات معينة لو العلاقة بين الإبن والأب قائمة على أساس التهديد بالطرد من البيت أو الترغيب أنك لو عدت في البيت هديه لك تأكل وتشرب يبقى علاقة هنا قائمة على المنفعة والمصلحة ويبقى الولد ارتباطه بالبيت ارتباط يأما خوف من التشرد أنه ينام في الشارع أو يتعرض يعني الاحتياج أو العوذ أو الجوع أو العري يأما ارتباطه بالبيت هو ارتباط أكل وشرب أو مكان أربح يتنزم بنقول بيسترو فالعلاقة هنا مش علاقة محبة الابن لأبويه فارتباط الابوين بالابن بمحبة وارتباط الابن بأبويه بمحبة لقنا العلاقة صارت علاقة منفعة أنا قلنا ونحن آباء بشريين قلنا ونحن بشر نرفض العلاقة لما تتاخد بالشكل ده نرفض طبيعة العلاقة لما تقوم على المصلحة قلنا ونحن بشر مخلوقين من الله ترفض المرأة أن ترتبط برجل يعني يستغل شكل معين أو يرفض الرجل أن ترتبط به المرأة على استغلال وضع معين أو نرفض صدقاتنا لما تقوم على استغلال أحد على أحد أو استغلال امتياذات معينة ونسميها صدقة مصلحة أو صحوبية مصلحة نقلنا بنرفض الأمور دي نقلنا بنججب الأمور دي ونقلنا بنشوف أن أسمى أنواع العلاقة وأعظم وأروع أنواع العلاقة هي العلاقة القائمة على المحبة وقبول الآخر نحن بنقبل بعض نتوافق مع بعض نحترم بعض نود بعض نحب بعض قلنا كلنا قبشر بنطمع لمثل هذه العلاقة بنطمع لمثل هذه النوعية من العلاقات فهل نتخيل في يوم الأيام أن الله يكون بيرسم معنا علاقته بينا أن علاقة قائمة على التهديد والتخويف من نار جهنم أو قائمة على الترغيب لو عبدتني هدي لك جنتي اللي فيها كذا وكذا أنا بأعتقد ولا يمكن أقبل أن الإله الصالح اللي أنا اختبرت محبته وأدركت حبه لي وأدركت حرصه على خلاصي وأدركت صلاحه وأدركت طبيعته الصالحة أنا متأكد ومتيقن أنه لا يمكن الله يفقر بهذه الطريقة لأن الإله اللي يفقر بالطريقة دي أنه أنا برتبط بيك لأجل مصلحة أو أنا برتبط بيك أو أنا برتبط بيه لأجل أن أنا خايف من نار وهو بيشحن فيي أو بيحط قدامي النصوص اللي تخوفني من النار وتخوفني من العذاب أنا بعتقد أن الإله ده أو الإله اللي يفقر بدا أو اللي يفقر في الإله أنه يفقر في كده أنا بعتقد أنه عنده مشكلة نفسية أو عنده غرض معين في الأنظمة السياسية في مقولة أو حاجة يعني معروفة في الأنظمة السياسية أنه إذا أردت أن تحكم شعب عليك أن أنت يعني 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 يأما تخوف هذا الشعب فتحكمه بطريقة يعني حديدية قبضة حديدية زي ما بيقولوا وإما أن أنت بتحط قدامه يعني امتيازات معينة فيصبح هذا الشخص مرتبط بالنظام أو مرتبط بالحكم من خلال هذه الامتيازات بنشوفه في الأنظمة الدول العالم التالت الناس تقول على الأنظمة اللي موجودة والحكمة لها أنه مش مهم الحريات مقابل أننا بنأكل ونشرب فأصبح ارتباط الناس بالنظام الحاكم في بلده هو ارتباط الأكل والشرب وشايف أن أكله وشربه مرتبط باستقرار النظام ده وأن النظام ده لو مشي يبقى أنا هتعرض للجوع والعري والعطا كنا بنسمع في مصر كلمات معينة مش أحسن منكون زي سوريا والعراء أنا مش بقصد أهاجم أي نظام أنا بدي فكرة العبارة دي سمعناها كتير جدا جدا في مصر لما الناس كانت تتكلم عن حجم وضع معين في الحريات أو الحقوق أو العبارة اللي تتقال مش أحسن ما نكون زي سوريا والعراء فهنا أنا بحكمك وبسود عليك فبخوفك من حالة معينة حدثت في سوريا والعراء وبقولك ارضى بالوضع اللي أنت موجود فيه لأنه هو ده النعيم اللي أنت هتعيش فيه لأنه ما فيش أحسن من كده هل نتخيل أنه ممكن الله يفقر بالطريقة دي هل نتخيل أنه ممكن الله يقول لي ارتبط بي بس لأجل أنه مش عشان تدخل النار ودي مراضف لكلمة محترامي للسوريا والعراق محترامي الكامل للشعب السوريا والعراق مراضف لكلمة مش أحسن أنه نكون زي سوريا والعراق أو أنه يكفينا الأكل والشرب بعتقد أنه فيه مشكلة في البس على الفيسبوك أنا بعتذر للي كتابولي ما عرفش المشكلة جاية منين أكيد يعني في اسمي سوعة هتبقى مزباطة بعد شوية لكن العايزة أقوله أن الله لا يمكن يفقر بالطريقة دي الله لا يمكن يفقر أن يدخل معنا في علاقة قائمة على لو ما عبتنيش هدخلك النار ولو ما عبتنيش بالطريقة اللي أنا عايزها هدخلك النار لو عبتني ومعترب بي أن أنا الله الواحد بس ما عبتنيش بالطريقة دي هدخلك النار هل نتخيل أن منقر ربنا يفقر بالطريقة دي وهل نتخيل أن منقر ربنا يفقر لو ما عبتنيش أصلت عليك إنسان يحط يحط السيف على رأبتك يتعبدني يتموت أو يتعبدني يتعيز زمي أو يتعبدني يتدفع الجزية أنا لا يمكن أعتقد أبدا 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 أن الله بيفقر بالطريقة اللي فيه ناس كتير جدا بتفقر بيها وهل نعتقد أنه ممكن الله يقول لو ما عبتنيش أنا هوصفك أنك أصحاب كرد وخنزير هل الله ممكن يوصف وينعت الإنسان ويحط لقب على الإنسان بالطريقة دي وبالوصف ده أنا بقول لا يمكن الله يفقر بالطريقة دي على الإطلاق على الإطلاق الله أعظم من ده الله أعظم من التفكير اللي احنا بنسوقه بنا وبنبعض الله أعظم من الأفكار المتدولة بنا وبنبعض الله أعظم من المعتقدات اللي احنا بنظن أنها معتقدات من الناس تشاور على ده مشرك وتقول على ده كافر وتقول على ده رباني وده مؤمن وده كذا أنا متأكد أن الله ما عندوش التصنيف ده الله خلى الإنسان وعالم أن الإنسان عاجز بفعل سيادة الخطيئة عليه وبفعل سيادة إبليس عليه ولأنه عالم الإنسان عاجز الله قرر أن يحل العاجز بتاع مشكلة الإنسان بنفسه لأن الإنسان ما يقدرش يقوم به وأدي مثل تاني أو أفكار تانية وأنا باتكلم في انتظار أنه البس على الفيسبوك يعني المشكلة اللي فيه تزول ونبدأ نستقبل أسئلك سواء موجودة على الفيسبوك أو من خلال التليفونات أنا برحب بكل إخوات المسلمين من خلال التليفون وبرحب أيضا لأي أسئلة ممكن تيجي على الفيسبوك معرفش البس بيقف عندي المشكلة فيه أرجو أنه إخوتي في يراعوا الأمر ده الحاجة اللي عايزة أقولها أنه هل نعتقد أن الله ممكن يحط السيفة على رائبة الإنسان ويقول لي لا تؤمن بي أو ما تؤمنش الله اللي بنعبده مش ممكن يفكر بالطريقة دي وزي ما قلت الله يعلم أن الإنسان في طبيعته عاجز ما يقدرش ومش عارف يتعامل مع الخطيئة السادة عليه الله عالم الإنسان عاجز بطبيعته الفاسدة الطبيعة دي بمفعول أو بفعل الخطيئة اللي أصبحت سائدة تماما عليه الله عالف أن الإنسان عاجز أمام قبضة إبليس اللي مسيطر عليه من خلال الخطيئة حد مثال لو أنا شايف ابني بيغرق وعاجز ومعندوش أي استطاعة أو أي قدرة أن يعالج نفسه أو ينقذ نفسه أو يساعد نفسه هل أكتفي بالمشاهدة وأقول أنا عظيم وأنا لابس بدل نظيف وأنا الأستاذ الفلاني والعالم الفلاني والدكتور الفلاني لا يمكن أساعدك لأن لو أنا أساعدتك هنزل من مستوايا وهنزل من مقامي أنا ده السؤال بطرحه لإخوات المسلمين خلينا نبعد دلوقتي فكرة الأديان أنا بطرح سؤال عام سؤال عادي جدا في وقعنا في حياتنا ربما كثير جدا من الآباء والأمهات بيكتازوا فيه ربما أنت كن نفسك اكتازت فيه سواء كنت لما كنت ابن أو وانت أب هل لو أنا شفت ابني عاجز في وضع معين ما عندوش القدرة أن يساعد نفسه ولعنده القدرة أن ينقذ نفسه من الوضع المتأزم اللي هو عايش فيه هل وأنا مثلا أستاذ جمعة أو أنا رئيس جمعة أو أنا وزير أو أنا غاني أو أنا أيا كان المقام والبستوى اللي أنا موجود فيه هل أكتفي أن أنا أقف أقول لابني أنت تستاهل أنت عملت في نفسك كده أنت بقى يعني أشوف الخدمين اللي عندي والصفرجية اللي موجودين في البيت عشان أقول لهم يجي ينقذوك طيب لو أنا شاورت الخدمين والصفرجية اللي جم اللي موجودين وبشتغلوا عندي أو العمال اللي بشتغلوا عندي عشان ينقذوا ابني موقف ابني إيه وهو بيبص علي وشايفني وأنا وقف أتفرج عليه وبستعين حفاظا على لبسي وحفاظا على بدلتي وحفاظا على مقامي وحفاظا على مستوى الاجتماعي وحفاظا على شكلي أمام الناس اللي شغالين عندي فأنا ترفعت عن أنزل لابني وانقذه فقررت أن أنا استعين بالخدم وغيره أنهم ينقذوا ابني صحيح ربما يفلحوا إلى حين بحسب قدراتهم وإمكانياتهم أن يحاولوا ينقذوا ابني لكن الصورة المنقولة لابني بقى نفسه صورة الملؤونة لابني اللي شايف بابا أنه هو مرضيش يخاف على بدلته خاف على اسمه خاف على شكله أمام الناس اللي شغاله وأمام المجتمع والبدلة والشكل والوضع الاجتماعي بتاعه ومرضيش ينقذ ابني أكيد أكيد لو فلح الخدم في إنقاذ ابني بس أكيد الولد ربما يفرح للحظة أنه خرج من الحفرة أو الوضع المتأزم اللي هو كان عاجز أن يخرج منه بس أكيد هيفضل جواه سؤال هو ليه أبويا ما مدش إيده بنفسه وأنقذني ليه أبويا ما ما دخلش ليه أبويا ما ما حطش إيده هو وأنقذني من الأمر ده أكيد الأمر هيكون يعني فيه حسسية وأكيد الأمر هيكون يعني مسبب لي ألم نفسي بطريقة معينة بنفس الطريقة طيب لو بقى الخدم والناس اللي الأب بعتهم معرفوش ينقذ الولد هيستمر الأب خايف على لبسه وخايف على وضعه وخايف على شكله أمام الخدم وخايف على اسمه في المجتمع هيستمر الأب باصص لابنه الموحول العاجز اللي مش قادر ينقذ نفسه ومكتفي بالفرجة ليه ومكتفي أن يقول له لو ما طلعتش وقمت ندفت نفسك وغسلت نفسك ومشيت معايا يبقى أنا هنرميك في حفر أكبر من كده طيب ما هو أصلا موروط هو أصلا هترميه في حفرة زي وهو عاجز هو موروط هل ممكن أب عائل يلاقي ابنه موحول ويقف يتفرج عليه دي قصة علاقة الله بالإنسان أن الله لما شاف الإنسان وجد الإنسان متورد ومش قادر ينقذ نفسه ولا قادر يعالج نفسه ولا قادر يساعد نفسه لأنه فيه ثقل كبير جدا موضوع عليه وضعه عليه هو وضع الثقل ده بنفسه عليه اسم ثقل الخطيئة وفيه عدو متربس للإنسان أن يستغل الثقل ده ويستغل الطبيعة دي لخسارة الإنسان المكتوب عنه عن العدو ده قتال الناس منذ البد هل أن الله بقى يبعت الأنبياء بعت الأنبياء والأنبياء اتكلموا عن حلول كتيرة جدا لكن الإنسان موحول مش قادر يعملها مش قادر يقوم بيها فعلى الله يكتفي بإرسال عبيده الأنبياء ويقف يتفرج على الإنسان الموحول أم كان إن كان لدى الله قدرة وإمكانية لا تقلل من شأنه ولا تقلل من طبيعته ولا تقلل من اسمه لأن الله ما بيقلش وبيزيد الله طبيعته طبيعة كاملة غير قابلة للذيادة والنقصان كان لدى الله خطة ولدى الله طريقة لإنقاذ الإنسان يعبر بيها من خلال من خلال هذه الطريقة للإنسان بطريقة ملموسة وبطريقة واضحة عن محبته للإنسان وعن حرصه لإنقاذ الإنسان هل الله يمتنع هل الله ما يقومش بالدور ده أنا بس ألسؤال الموضوع مش موضوع أن الله محتاجي يعبر عن محبته الله يعرف يا عبر عن محبته موضوع موضوع في الاستقبالنا إحنا لإدراكنا لمحبة الله مشكلة مش عند الله مشكلة عندي مشكلة لما جي الأنبياء ما قدرناش نستقبل مدى محبة الله لأن الأنبياء لأن الأنبياء نقلوا لينا كلام الله بطريقة بطريقة الكلام البشري وطريقة الكلام البشري الكلام البشري ضعيف في ذاته قليل في ذاته عاجز في ذاته محدود في ذاته أن ينقل لينا محبة الله بشكل نقدر نستوعبها بشكل نقدر نفهمه بشكل نقدر نعرفه مش العيب في كلام الله لكن عيب في اللغة البشرية أين كانت هذه اللغة قواعدها وأصولها وفروعها وقوتها ومتانتها أين كانت هذه اللغة فيتبقى لغة محصورة بعدد الأحرف الأبجدية الموجودة فيها يتبقى لغة محصورة بعدد الكلمات والمصطلحات والمراضفات الموجودة في اللغة دي مش هتقدر اللغة أين كانت هذه اللغة أين كانت تسعها أين كانت قوتها أين كانت قدمها أين كانت أصولها أين كانت قواعد اللغوية بتاعتها أي أن كان قوة النحو والصرف بتاعه لا يمكن أي لغة على الأرض تقدر تنقل لنا بشكل كامل عن طبيعة محبة الله الكاملة للإنسان فلا أن نبي المرسل اللي موجود في النص هيقدر ينقل لأنه هو أيضا ناقص فمش هيقدر ينقل لنا لأن طريقة نقل لنا طريقة تحمل النقصان اللي هي موجودة أو اللي هو يتصب بيها طريقة بشرية ناقصة ولا استخدام اللغة لأنه اللغة في حد ذاتها لغة ناقصة لا يمكن تلقل لنا فيبقى السؤال موجود إيه الوسيلة اللي ممكن نفهم من خلالها العيب مش في الله ولا العيب في اللغة لأنه اللغة محدودة نقص في اللغة ولا في الإنسان الوسيط اللي في النص لأنه محدود بزا الأقصى مجهود عشان يقول لنا عن محبة الله وأحكامه وينقل لنا أحكام الله العيب مش هنا العيب في المحدودية بتاعتنا طيب معادلة دي تتحل إزاي الاشكالية دي تتحل إزاي معادلة دي تتحل إزاي إنسان محدود اللغة محدودة الوسيط محدود الله غير محدود والله يريد أن يعلن محبته الكاملة للإنسان وإحنا إن فهمنا من الوسيط هنفهم بطريقة محدودة ويبقى جوادها سؤال بيدور في ذهننا على الله إلى أي مقدار يحبنا الله إلى أي مستوى تصل محبة الله وإلى أي درجة يمكن أن تصل محبة الله من نحوي بصفة شخصية أنا أنا بصفة شخصية مش بس البشرية أقول لها لكن من نحوي بصفة شخصية مفيش لإنسان وسيد ولا قوميس اللغة كلها ولو اجتمعك جميع علوم اللغات اللي موجودة على وجه الأرض تستطيع أن تنقل لنا محبة الله الكاملة من نحو الإنسان إلا طريق واحد إن القادر والعظيم بنفسه يوجد الطريقة المناسبة لنفسه مش إنه لنا برسمها له واللي أقول له ينفع تعمل كده وما ينفعش تعمل كده لكن الطريقة اللي هو شايفها بنفسه اللي هو شايفها بنفسه واللي يراها بنفسه بحسب علمه الكامل أنه لما يعمل كده الإنسان يقدر يستوعبها والإنسان يقدر يوصلها أرجع للمسأل اللي دربته من شوية لو الخدم عجز عجزه في إنقاذ الإبن هل سيظل الأب واقف حفاظا على لبسه حفاظا على اسمه حفاظا على وضعه وسرته هل سيظل متوقف يكتفي بالمشاهدة والفرجة على الوضع المتأذم اللي فيه ابنه ولا ينزل ليساعده ولا ينزل ليساعده ولو نزل ليساعده البدلة هتتتسخ طيب إيه يعني إيه يعني البدلة تتسخ ممكن وشي يجع عليه بعض أثار الطين أو الوحل أو أو طيب إيه يعني ما يجع عليه ده هيقل المنقيمت أنا ولو نزل يساعده منظره قدام الخدم ده بالعكس بالعكس الخدم مش هيستقلهه ده يكبر في عنين الخدم ويكبر في عنين الإب ويكبر في عنين المجتمع لأن أصبح ابن هو أغلى عنده من الزي ومجرد المسمى ومن اسم الوظيفة كنا قبشر بنعمل كده هل نتخيل أن الله مش ممكن يعمل كده ما فيش حاجة تنقص من ربنا ولا في حاجة تزود ربنا لأن الله كامل وكمال الله مش كمال مكتسب يتأثر أو واغده من حد كمال الله كمال ذاتي كامل قائم وكائن في ذاته وبذاته فالكمال الذاتي لا يتأثر لا بالنقصان ولا بالزيادة مهما يفعل الله ذلك لا يؤثر في مجده لا بالزيادة ولا بالنقصان لأن مجد الله مجد ذاتي وليس مجد مكتسب المجد المكتسب اللي هو احنا ممكن نعيش فيه نكتسب المجد بتاعنا من الشهادات من الأسماء من العيل من المال من الوظائف من الحسب من النسب من كل الأمور دي مجد مكتسب إذا ذال الشيء اللي أنا حصلت عليه أو حصلت على المجد من خلاله ذال المجد معاه لكن مجد الله مجد ذاتي مجد يؤثر ولا يتأثر مجد يؤثر ولا يتأثر فإن تواجد الله في أي مكان وتواجد حضوره في أي مكان حضور الله ومجده يؤثر ولا يتأثر لا يوجد مكان على الأرض يمكننا أن نتصور ونقول أنه يخلو من حضور الله مهما كان هذا المكان لا تقول لي ما يصحش يبقى في الحتة دي ولا تقول لي أنا أقدر أقول لي ربنا أنا مين عشان أقول لي ربنا ما يصحش تبقى في الحتة دي ويصح في الحتة دي يا جماعة أن الله يتواجد في المكان اللي أنت شايفه أنه مكان وحش الله يطهره الله قدوس والقدوس يطهر لا يتنجس أنا وإنت نتنجس أنا وإنت نتنجس لأن طهرتنا طهارة ناقصة متأثرة أنت واجدنا في معشرات معينة أو في جلسات معينة أو في وسط صحبة معينة نتأثر بتلك الصحبة أو ذلك المكان أو تلك المعشرة اللي موجودين فيها معشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة الكتاب يقول كده ليه لأن طبعتنا ناقصة لأن طهرتنا طهارة محدودة ناقصة قابلة للتأثير أنها تتأثر لكن قداسة الله قداسة تؤثر ولا تتأثر فلا يوجد مكان على الأرض يمكن أننا نقول عن هذا المكان أن الله مش موجود فيه يبقى إذن الله موجود في تسعة وتسعين وتسعة من عشرة لكن الواحد من عشرة ده الله مش موجود فيه لأن المكان ده وحش أو المكان ده قذر المكان ده ناجس يبقى الله مش كله الوجود حلها لي المعادلة دي لو شورت على مكان وقلت لا يمكن الله يكون موجود في المكان ده يبقى الله مش كله الوجود يبقى المكان ده خلا من وجود الله من حضور الله لكن الله كله الوجود لا يوجد مكان يخلو من وجود الله يخلو أن الله سيد عليه الله لا يتأثر بالأماكن لكن الله يؤثر في الأماكن كنت تعتقد أن الحجارة والأبنية تتقدس بوجود حضور الله فتذهب إلى أماكن معينة تتبارك بيها ظننا أن حضور الله هناك فهل كانت الحجارة والأبنية تتقدس بحضور الله فهل الإنسان وقلب الإنسان لا يتقدس بحضور الله هل الإنسان إذا كانت الأحجارة والأبنية اللي صنعها الإنسان وبناءه ورصاه فوق بعد أنت تظن أنها تتقدس بحضور الله فهل الإنسان اللي بنا الله وصنعه وشكله لا يتقدس ويتنقى بحضور الله الله يقدس الله لا يتأثر لا يتأثر بالأماكن لا يتأثر بالأشكال لا يتأثر بالله الله يقدس طيب هنأخذ تليفون واحد كاتب لي حسام طه أنت كافر هو كاتب بدل كلمة أنت كافر كاتب أنت كفر طيب أخي حسام طه أتمنى لي تعدد لي أذباب كفري وأنا الذي أؤمن بالله الواحد الكائن بذاته الناطق بكلمته المحي بروحه قل لي بقى بناء على الإعلان الإيمان بتاعي ده أنا كافر لي عشان أنا مش مسلم زيك خلاص أصبحت كافر حكمت علي بالكفرة عشان قرآنك قال علي كده طيب أنت شفت الله بقى واتكلمت مع الله وقال لك صح ده إعلانك عن فلان ده هل إنسان يقول أن الله واحد يكون كافر رجع بلاش الكلمات والأحكام اللي احنا برمجين عليها عمالين نطلق ده كافر ده مشرك ده مجوسي ده زنديق ده مش عارف إيه ده علماني ده اللي برأيه إيه الكلام ده إيه الكلام ده بناء على إيه أنا خدت الوكالة عن ربنا أن أصنف وشور على الناس أنا مين أنا مين أنا إنسان إذا أقفر وأطلق كلمات الكفر والشركة على الناس وأنا إنسان لا أقفر إنسان يقول لا إله إلا الله لا يوجد إله إلا الله والله إله واحد ذه إن أقفر الناس بنان على إيه بنان على إيه طيب ماذا تظن في نفسك وأنت تعتقد أنك الطريق الوحيد الأصح والصحيح وأن الدين عند الله الإسلام إذا ذهبت يوم القيامة ووقفت أمام الله وأدركت أن ما كنت تتبع ما إلا هو الهوى ولم يكن على صواب هتعمل إيه رجع أفكارك بدل ما تطلق أحكام على الناس رجع أنت أفكارك تأكد من الله نفسه ومش من خلال كتب بشرية أو كتاب حتى لو واحد جيه قال الكتاب ده من الله حتى لو كتاب مقدس روح لله بنفسه قل له رب أنا عايز أعرف الطريق الحق أنا متأكد أنه هيرشدك وأنا متأكد أن الإنسان اللي بيعرف الله معرفة حقيقة لا يمكن يكفر حد ولا يمكن يشور على حد معنا الأخ لطيف أو الأستاذ لطيف ألم بيك تفضل الأخ لطيف كاليفورنيا مساء الخير أخوي أندروز زيك تفضل أنا أحب أشارك بتعليق بسيط وقصة كثيرة ومش أطوله لكن لو طولت لا أتفضل المثل اللي حضرتك قديته عن الأب اللي مكانة اجتماعية وبدلة وأو الأخير أنا ما سمعتهش قبل كده ولكن ممتاز جدا ربي داركك فور بينج أوريجنال يعني حلو 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 شيء وعلى التعليق ده عظيف إلهنا السماو وما انتظرش لما أولاده يقع في الحفرة وبعدين يفكر كمان يغير بلته أحلى غير رجله ده خطة الخلاص كانت موجودة حتى قبل السقوط وقبل تأسيس العالم النقطة دولة النقطة التانية قصة زيارة وسمعتها أحب أشاركها معكم مع المشادي كان فيه ست مسحية ومتجوزة واحد ملحد وكان ليلة الكريسماس والدنيا برده وشتا وترجي إلى آخره وهي هتروح الكنيسة وكالعادة جوزها تحكم عليها والترية عليها فيه إله ما فيه شجار الكلام بكله هي غشت هي أولادها وراحوا الاجتماع وهو واقس المطبخ شاف عصافير يتيج على النور وتخبط في الشباك فأحمل قلب عليهم وقال أنا هطلع وهذه البكر وأرش الطريق لحد البار عاثى وعالى إن العصافير تمشي ورايا وتروح المكان وتدفع وتكون في حالة قوية قاعد يحاول عدة مرات لحد ما يأكلوا فكرة إن يحاول يتير عشان يكون واحد من العصافير وهو يحاول يتير عشان يكون واحد منهم ويفهموه ويفهموا كلامه اتذكر قصة التجسد اللي حذرتك بتشير إليها والفجاء إني اللهم ما كانش ممكن يفدي الإنسان دون أن يتجسد وفير في الهيئة الإنسان آخذ صورة عبد والناس اللي مش قادر تفهم هذا الشيء ما حتى أقول ما قدروش تدكتيت على ربنا إزاي هو يري نفس البشرية ولكن أنا أشكر الله من قدر تجسد النسيح اللي هو الإله الحي الذي صار نفسي فيه كل شيء ما عاد الخطيئة رب يبارككم وآسف إذا كنت طولت أخذ لا بالعكس أنا أشكرك جدا 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 الأخ ربنا يبركك الأخ أبوحيد بيقول أخ أندرو أنا معترب بالمسيح مية في المية الأخ أبوحيد دخل معنا حلقتين وكان عنده بعض الأسئلة وساعدناه في الحلقات اللي هو دخل فيها وعرض أسئلته على الهوى وتم الجواب على أسئلته بيقول أخ أندرو أنا معترب بالمسيح مية في المية بس لو أعلنت هخسر أولاد وزوجتي مش عارف أتصرف إزاي أخو بوحيد أولا يعني أنا بشكر رب أنه قادك لمعرفة الحق وأنت كنت شخص صادق جدا كذا مرة طلبت منك على الهوى تصلي وقلت لي لسه ببحث وأنا بشكرك جدا العجل أمنتك وصدقك والعجل بحثك بإخلاص وأنا كنت متيقن وأنا بصلي وبتكلم معك كنت متيقن أن الرب هيقودك فعلا للحق لأنك شخص صادق بتبحث بصدق عن الحق بتبحث بصدق عن محبة الله وإزاي توصل للخلاص وإزاي توصل لخطة الله لخلاص الإنسان أنت وصلت موضوع ذوكتك وأولادك هتخسرهم أنا بقولك ما تخافش ما تخافش الرب عارف الأمور دي أنت متفاجئ بالحدث اللي حصل في حياتك ومتفاجئ ولا كنت تفكر قبل كده وأنت تغير أن في يوم الأيام تأخذ قرار وتؤمن بالمسيح وتتناذل عن دين أبائك أنت ما قلتش متخيل مش عارف إلا يحصل لكن اللي أنت أمنت بي واتكلت عليه وخلت الطريق النهاردة وأعلنت الحق النهاردة هو مش متفاجئ زيك هو مدبر الأمور عارف كل شي مطلع على الأمور من الأذل الأمور حضرة قدامه فأتيك لعليه وبنعمة الرب أنا هتكمل هتكلم معك وهتواصل معك بصفة شخصية إن كنت حابب أننا نتصل بك الآن وتصلي وتطلب المسيح على الهواء كصلاة شخصية تقبل فيها المسيح القناة هتتواصل معك دلوقتي وتعمل كده لتبرهن وتصلي وتطلب المسيح لكن بعيد عن الهواء أنا هتكلم معك بطريقة شخصية إزاي تقبل المسيح وإزاي تتعامل مع أسرتك ومع أهلك والوضع الجديد إزاي تعيشوا إحنا كلنا عدينا نفس النفأ ده وعدينا نفس الوضع ده فبنعمة الرب يعني هنقدر نساعدك ونعرفك إزاي تصلي لأجل حكمة إلهية وإزاي تتعامل مع الأمر والوضع بتاعك أحباي قبل ما نكامل موضوعنا هنشوف فيديو للأستاذة عمر أديب طلعت فتوى عن هل إمكانية حرام أو حلال معاشرة الروبرت صوفيا اللي استضافها أسامة أستاذ صحفي المحترم أستاذ أسامة كمال بدأت الناس تفكر طيب إزاينا عشرها جنسيا ولو عشرناها جنسيا هل ده زنا ولم الزنا الغرب بيبتدع وبيخترع والشر والوطن العربي بيفقر بس في المعاشرة الجنسية هنشوف الأستاذ عمر أديب بيقول إيه ونرجع نعلق على الفيديو ده قبل ما علق على الأستاذ عمر أديب والفيديو اللي شاهدنا الأخ أبوحيد بيقول أخ أندر بلاج دلوقت على الهواء لكن أنا ممكن نطلب منك طلب أخ أبوحيد وانت وصلت لقناعة كاملة عن إيمانك بالمسيح وانت موجود في مكانك مش شرط أنك تتصل على الهواء وتعل الأمر ده وانت موجود في مكانك تصلي معايا الصلاة دي عشان وأول ما تصلي معايا الصلاة دي اكتب كلمة أمين على التعليقات اللي حاجاتك بتكتبها قل له يا رب يسوع المسيح أنا بشكرك لأجل محبتك ليا أنا بعلن إيماني بالكامل بشخصك وبعترف يا رب بكل ملء الفم أنك أنت كلمة الله الأذلي ابن الله الوحيد الله الظهر بكلمته في الجسد الله الظهر في الجسد وأنك أنت أيضا يا رب الابن الذي كان في حضن الآب اللي خبر والكلمة اللي صار جسد ورأينا مجد الله فيه أنا بعلن إيماني بموتك لأجل على الصليب وبقيمتك من الأموات في اليوم الثالث وأنك حي للأبد أنا بعلن إيماني بكفاية عملك على الصليب لأجلي أؤمن بعملك على الصليب مؤمن بموتك لأجلي بدمك المسفوك لأجلي لخلاصي لغفران خطيائي الآن بفتح قلبي وبدعوك أنك تمتلك حياتي وليسكن فيي روحك القدوس الصالح أنا بشكرك لأنك سمعت صلاتي واستجب آمين آمين أخي ابوحيد لو أنت آمين أنا بشكرك كتبته أوكي لو أنت صليت الصلاة دي بإيمان اكتب كلمة أمين وأنا متأكد أنه هنقول لك من النهاردة في اسم الرب يسوع مبروك عليك نعمة الخلاص مبروك عليك قبولك للمسيح مخلص لحياتك ومبروك عليك الأبدية البعض بيكتب بس بيقف و بيرجع معرفش فيه إيه ترجع لأستاذ عمر أديب سيد عمر أديب الفيديو اللي احنا شفناه الغرب بيخترع حاجات روبرت حاجات لكن الشر والوطن العربي وبالصفة وبالصفة لأكتر مع بعض ونفكر إزاي تتعامل مع الوضع الأسري مع زوجتك وأولادك أنا بشكر رب لأجلك وبشكر رب لأجل إخلاصك ولأجل أمنتك وكل شخص مخلص زي أخونا بوحيد وبيسير على نفس النهج ده في بحثه بإخلاص وأمانة عن الحق أنا متأكد أن الرب هيوصل لك أمين 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 ألف مبروك لك يا أخو بوحيد تعليق على الفيديو نعيز أقول أن في مشكلة لدى العقلية المسلمة والمشكلة دي المسبب فيها واللي تسبب في وجودها هو القرآن والأحاديث المحمدية لما القرآن وضح أو أظهر للرجل المسلم أن المرأة هي مجرد متاع للحياة الدنيا وأن المرأة هي مجرد إناء لتفريغ الشهوة وأن المرأة هي عورة وأن المرأة هي مخلوقة بس لممارسة الجنس والإنجاب ملاش أي دور وأن المرأة في خروجها ودخولها تقون على صورة الشيطان وأن المرأة هي عورة وشكلها عورة صوتها عورة كل هذه الأمور اللي صورها الإسلام عن المرأة فماذا تظن في المجتمع اللي بيقرأ ليه النهار أن المرأة بهذه الصورة بهذا الشكل أن المرأة حرص للرجل نساءكم حرص لكم إيه اللي ممكن نتوقعه سيد عمر أديب أنت مستغرب أن السائل فيه شخص أو أشخاص اتصلوا بشيخ أو دعاية إسلامي بيفتوه أن الممارسة الجنس مع روبرت صوفيا الإنسان الآلي ده اللي كله أجهزة وحديد وبرمجة حلال ولا حرام كان زين المسلم راح للممارسة الجنسية مع روبرت إنسان آلي نحن ممكن نتخيل زين المسلم ده بيفقر إزاي في المرأة من خلال النظرة دي لا تستغربش يعني دي نظرة المسلم للمرأة لأنه قاعد نايم قايم قضيته الأساسية المرأة قضيته الأساسية غطاء المرأة قضيته الأساسية لبس المرأة قضيته الأساسية خروج المرأة قضيته الأساسية صوت المرأة قضيته الأساسية إن المرأة بتقطع الصلاة هي دي لازا ماذا تظن أو تتخيل من شعب أو تتوقع من أمة تفكر في المرأة بهذا الشكل ماذا تظن وتتوقع من مجتمع وأمة شايف أو محبوس أو حبس نفسه أو سجل نفسه في النصف الأسفل من المرأة أنت متخيل المجتمع ده ينتج إيه متخيل المجتمع ده ينتج إيه متخيل المجتمع ده ممكن يتمدن إزاي أو يتحضر إزاي تخيل المجتمع شايف أنه لا يفلح قوم ولو أمرهم إمرأة تخيل المجتمع ده ممكن يوصل لفين مشكلة يا أستاذ عمر مش في المجتمع بس وطريق تفكيره المشكلة دايما في الفكر اللي صاغ عقول وفكر هذا المجتمع المشكلة في النص اللي بيقدسه هذا المجتمع واللي أساء للمرأة وضع المرأة ومكانت المرأة واجعلها مجرد حرس زيها زي الأرض اللي بتتحرت للرجل واجعلها مجرد شهوة وزينة زي المال زي الأنعام زي الخيل زي أي حاجة على الأرض هي مجرد زينة هي مجرد متعة ده التفكير اللي شكل أقول الرجل المسلم والرجل الشرق أوسطي واللي من خلاله بدأ يبص للمرأة بالطريقة دي ويفكر في المرأة بالطريقة دي أمين فيديو تاني كمنتشر على مواقع تواصل الاجتماعي الفيديو ده مأخوذ من مسلسل أنا بقولها ما أنا مش عارف اسم المسلسل لكن اللي وقفتي قدامه واستغربت لي الفكرة المعروضة في المسلسل ده والفكرة دي بتقرس لإيه؟ بتودي المجتمع المصري لفين؟ وبينتج عنها إيه؟ دلوقتي بيعاني منه بتعاني منه عشرات الأسر ومئات الأسر المسيحية وألاف الأسر المسيحية لأن المجتمع بيغزي هذه الفكرة مسلسلات كتيرة جداً اتعرضت في تلفزيونات المصرية الفضائيات المصرية ومسلسلات كتيرة جداً وقصص درامية كتيرة جداً اتمثلت كلها بتصب في تجاه واحد أن بنت مسحية تحب ولد مسلم وتتجوزه أن واحد مسلم بيتجوز واحدة مسحية ويعيشوا مع بعض وبيستغربوا ليه المجتمع أو أهلها المسحيين رفضين وإزاي بتتعرض ليه إيزاء أو رفض طيب ولا مسلسل أو فيلم في الدراما المصرية شفتوا بيعمل العكس ولا مسلسل في الدراما المصرية شفتوا بيعمل العكس ما خرجش ولا مسلسل واحد شفت فيه بنت مسلمة بتحب ولد مسيحي هو بتتجوزه والمسلسل بيعرض ده وما بيرفضوش بيعرضوا على أنه المفروض يكون ده الواقع المقبول واللي الناس لازم تقبله في المجتمع المصري تشمعنا بتعرض أن البنت المسحية اللي بتحب المسلم دي ما بتعرضش العكس البنات المسحيين يعني هم اللي في نظرك ممكن يهووا ويقعوا في غراميات وغرام شاب المسلم لكن البنت المسلمة لا يمكن تفكر أنها تحب ولد مسيحي يعني دي عندها مشاعر وشفت أن مشاعرها راحت للولد المسلم لكن البنت المسلمة قدرة تتحكم في مشاعرها وتمسك مشاعرها ولا يمكن تفكر في ولد مسلم في ولد مسيحي ونرجع نقول أنه لأ ما فيش فتنة ولأ إحنا واحد ولأ محدش بيفرق بنا ولأ ولأ وكل الكلام اللي إحنا بنسمعه على مواقع تواصل الاجتماع والفضائيات المصرية نبس أفكار ونرجع نقول إحنا واحد إزاي يركب الاتنين دون معها طيب لما شاب مسلم النهاردة يتفرج على المقطع المسلسل اللي عارضه بعد شوية اللي ممكن تتخيله ويفكر فيه تتخيل الفكر فيه أن البنات المسيحيات ماشيين برميين نفسهم على الشبان المسلمين وأن من حقه ومش من حق المجتمع ولا من حق الأسرة المسيحية أنها تحاكموا أو ترفض لأن ده في وجهة نظره ده تخلف ورجعية وأنه عدم التخلف والرجعية أن البنت المسيحية وأهلها المسيحيين يوافقوا من زواجها الولد المسلم طيب ترضى أختك المسلمة تحب ولد مسيحي وتتجوزه وتدافع عنده وتقول ده من حقها وترفض رفض المجتمع للفكرة دي أنت ترضى؟ ترضى على بنتك؟ ترضى على ابنك ده؟ مقطع المسلسل ده الأم رايحة تخطب بنت مسيحية لابنها المسلم اسمه أمير وبتقول لها كده ابني بيحبك ويعينه مني البنت بتكسف على أساس أن هي راضية فبتقول لها أنا شايفة علامة الفرح على وجهة يعني البنت المسيحية منجزبة للولد المسلم حاجة تانية البنت بتقول لها أن المجتمع مش هيقبل محدش هيقبل ده قلت لها ده يعني مجتمع جاهل والتعصب ضرب المجتمع البنت بترد على الإنسانة اللي جايها تخطبها لابنها اللي هي مسلمة بتقول لها التعصب بقى من الجنبين أنا عايز أعرف الممثلة اللي قايمة بالدور والسيناريو اللي كاتب السيناريست اللي كاتب السيناريو ده والمؤلف اللي مؤلف فين التعصب المسيحي يعني هل لما أب المسيحي ما يوافقش عن أن بنته مسيحية تتجوز واحد مسلم ده بتسميه تعصب وفين التطرف بتقول التطرف أصبح من الجنبين فين التطرف عند المسيحين التطرف عند المسيحي لما يعرى الإنجيل يلاقي الإنجيل يقول له أحب أعدائك يحب هو ده التطرف المسيحي التطرف المسيحي حب التطرف المسيحي قداسة التطرف المسيحي ممكن يترك العالم ويذهب لدير يقعد فيه تعبد لربنا هو ده التطرف المسيحي هل شفت مسيحي حاطت متفجرات وراح يفجر جامع هل شفت مسيحي ماسك سلاح وراح يأتي الناس مسلمين أو حاطت عليهم سيف يأما تقولوا أشهد الله إله لله أن المسيح هو الله يأما أقتلكم أو تدفعوا للجزية احنا بنحط عبارات وخلاص عايزين نقول للآخرين ولمجتمع مش احنا بس الوحشين لا انتوا كمان عندكم وحشين مش احنا بس اللي عندنا ناس إرهابيين لا انتوا كمان عندكم ناس إرهابيين مش عايز أبص ألاقي نفسي العالم كله بيشور علي وبيطلق علي إرهاب فأنا بحاول أخلق من الآخرين مجموعة من الناس وأقول عليهم إرهابيين بحيث أقول إيه ده الإرهاب لدينا له دي المقولة اللي كل المسلمين بيستخدموها اللي الشيخ الأذر بيستخدمها اللي علماء المسلمين بيستخدموها عايزين يتبرعوا من الإرهاب ويقولوا كده الإرهاب لدينا له إذن انت عندكم متطرفين عندكم إرهابيين عند اليهود متطرفين عند اليهود إرهابيين عند البوزيين طيب احنا شفنا بوزي فجر حد شفنا ملحد فجر حد شفنا حد طالع من بار بعد ما شرب وطلع فجر جامع لا الارهاب بس في الاسلام والارهابيين بس مسلمين ما تجيب ليش بقى حدث من التاريخ هتلر هتلر مسيح مين قالك ان هتلر مسيح مين وحتى لو هتلر مسيح هتلر يماثن نفسه هل هتلر لما قام بالحروب النازية حركة النازية هل هتلر استند على ايات من الانجيل وقال كده قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم وهيش في صدور قوم مؤمنين هل هتلر قال ايات زي كده هل هتلر هل ده مثال هل انت بتشبه محمد بهتلر هل هتلر هو مقياس ومثال ده انت بتقول بقى انا زي هتلر طيب لو نفتارد ان المسيحية ارهابية زي ما انت بتقول مع انه ده ضد الانجيل طيب انت ما جدش بالاحسن ليه ومنعت الارهاب لو نفتارد ان اليهود كانوا ارهابيين انت ما جدش بالاحسن ليه ومنعت الارهاب لو بتقارن نفسك بحروب يشوع اللي انتهت من 3000 سنة واليهود يعني بيعتبروا ده ان مجرد تاريخ وعمرهم قالوا هنعمل زي يشوع لو نفتارد لو انت ما جدش بالاحسن ليه وريني الاحسن اللي عندك وريني الاحسن اللي عندك دي رقم واحد مفيش تطرف من الجانبين التطرف بس من المسلمين هل شفت بلد كافرة مسيحية منعت من اقامة جامع او مبنى هل شفت ده هل شفت بلد اجنبية منعت المسلمين من ان يقدوا شعائرهم او صلواتهم هل شفت بلد اجنبية تهجمت على بيت مسلم وقالت لهم مش من حقق تجمع المسلمين وتصلوا مع بعض جوه البيت هل شفت ده موجود في مصر ده موجود في مصر التطرف موجود عند المسلمين ده مش موجود بس في مصر موجود في كل البلاد الإسلامية نهارده لندن بريطانيا من اقدم العواصم من اقدم العواصم في العالم لندن نهارده او بريطانيا نهارده عندها عمضة لندن مسلم وزير الداخلية الجديد في بريطانيا مسلم احسن لاعب في بريطانيا محمد صلاح مسلم ما فيش فرق عندهم لكن اللي احنا بنشوف في المسلسلات ده ده تفكير بطريقة احادية تفكير بيصب على الجانب المسيحي بس طب ليه الكاتب المسلسل ما عملش العكس او ليه ما عملش نموذجين زي ما طلع لقطة فيها نموذج البنت المسلمة اللي الانسانة دي رايحة البنت المسحية للانسانة المسلمة رايحة تخطبها لزوجها المسلم ليه ما عملش نموذج تاني جوه المسلسل لبنت مسلمة بتحب المسيحي والام المسيحية رايحة للبنت المسلمة تخطبها من جوه البيت لابنها المسيحي ليه ما عملش الاتنين لو انت عايز تعالج مشكلة لو انت عايز تقول كلنا واحد لو انت عايز تقول ان في مشكلة دلوقتي في التفكير وعايزين نرجع زي زمان وزمان لا كنا بنقول على ده مسيحي ليه ما عملش النموذجين ليه بس ويفت عند نموذج واحد متبع في كل المسلسلات وفي كل الافلام ان بنت مسيحية بتحب ولد مسلم وانهم بيرفضوا فكر المجتمع ليه ما عملتش نموذجين انا عايز اعرف بخاطب الكاتب للمسلسل ده بخاطب السيناريست اللي كتب السيناريو للمسلسل ده بخاطب اللي عمل الحوار في المسلسل ده بخاطب المخرج اللي اخرج المسلسل ده بخاطب الممثلين اللي جوه المسلسل ده بخاطب المنتج اللي عمل وانتج المسلسل ده وعشرات المسلسلات ليه ما عملتوش النموذجين ليه ما جبتوش ايضا بنت مسلمة بتحب ولد مسيحي وام الولد المسيحي بتروح لبيتها وتخطبها من بيتها وبتستغرب ان البنت موافقة بس اعتراضها ان خايفة من اهلها بتقول لها ايه الجهل ده ليه نخاف لا الاغرب بقى المثال اللي قدمته الاستاذة الفنانة في الممثل ده بتقول لها طب لو ابني راح بلد اجنبية وتجوز بوحدة مش برضو هيجوز بوحدة مش مع دينه طب ليه ما قلتش لو بنتي راحت لبلد اجنبية وتجوزت واحد اجنبي والاجنبي ده يعني هو موجود على دين هل انت توافق على مثال زي ده هل انت توافق ان بنتك المسلمة تحب شاب مسيحي وتسعدي سعديها في ارتباطها بيه هل بتفكروا بالطريقة دي ولا بتفكروا بطريقة اوحادية ولا شايفين ان من حق المسلم ان يجوز مسيحية ولا يمكن اهلها ما يرفضوش ولا يمكن المجتمع يرفض او يقاوم لكن على الجانب الاخر ما يصحش تتقلب الدنيا لو حب مسلم مسيحي والبنت راحت والاب طلب بحقه لو خد له 3 اربعة وراحوا ناحية الاس يولد مزهرة تتقلب الدنيا ويدربوا امشوا لازم تقبلوا هي حرة تختار اللي هي عيدة تختار اللي هي عيدة هي حرة هي كاملة السن حتى تحت السن بيقفوا معاهم كمان لكن تتقلب الدنيا ولا تقعد اذا ولد مسيحي حب بنت مسلمة يوصل الامر بتهجير العائلة من القرية يوصل الامر بخرب بيوتهم يوصل الامر بالضمار الكام يوصل الامر ان امن الدولة تجيش جيوشها وعايزين الولد ده نجيبه من تحت الارض عشان ايزا يتجرأ ان يحب بنت مسلمة ليه ليه لانه النظر الاسلامية انهم ينظرون الى انفسهم انهم الاعلون لكن الباقي زميين زميين والمسلم بيقولها بكل اريحية للمسيح انت زمي عارف زمي يعني يعني انت غير كامل الاهلية انت مش بحقك تدخل الجيش بتدفع جزية عشان تعيش وعشان ما تدخلش الجيش لانك مش من حقك تدخل الجيش حاجة تانية انت غير كامل الاهلية فانا اللي بشرعلك وانا اللي بسن قوانينك وانا اللي اقول لك ايه الصح و ايه الغلط لانك كافر ولا انك غير كافر ولا انك كافر انت غير كامل الاهلية فانت شخص غير مؤهل نفسيا او دينيا انك تقوم وتباشر امورك فبالتالي انا اللي ببشرلك امورك دي معنى كلمة زمي واللي انا مستغرب له ان فيه ناس كتير جدا مسحيين في مصر وغير مصر رديين وفرحانين بكلمة زمي وقال ايه بيرددوا حديث موضوع غير صحيح ما قالوش محمد اصلا لكن يرددوا المسلمين وهم سمعوه منه وبيرددوا معاه من ازه زميا فقد اذاني وانت فرحان بالحديث ده فرحان بالحديث ده يا مسيحي لما تردد على شاشات التلفزيون والقنوات المحمد قال او النبي قال من ازه زميا فرحان ان انت زمي بستاك الكلمة قابلها على نفسك قابلها تتقال على بنتك قابلها تتقال على ابنك انك زمي مبسوط قوي من كلمة زمي من ازه زميا شايفه انفاء انصاف وعدل وانه محمد بيدفع عنك بيدفع عنك تحت لقب ايه زمي بيدفع عنك تحت لقب زمي ما قالش من ازه مسيحيا فقد اذاني لكن قال من ازه زميا اذا صح الحديث معانه مستحية لكن اذا صح الحديث من ازه زميا فقد اذاني اللفظ نفسه فيه تحقير اللفظ نفسه فيه تصغير اللفظ نفسه فيه اهانة اللفظ نفسه فيه تعدي على ايمانك اللفظ نفسه بيحمل معنى اخر انك غير كامل للاهلية غير مؤهل يا راق غير مؤهل وانك في زمتي زمي يعنيك في زمتي يعني ايه انا المسؤول عنك ليه لاني شايفك غير مؤهل انك تدير شؤونك وتدير شؤون حياتك افرح يا زمي اللي بتردد الكلمات دي على القنوات الفضائية افرح لانهم ما شايفينك زمي مش من حقك تعترض ان بنتك تتجوز واحد مسلم بل بالعكس بالعكس جدا ده عايزك تتفرج على المسلسلات دي وتنبسط قدامها وتحقق المسلسلات دي اعلى مشاهدة ليه لانها شايفاها المسلسل ده شايف انه بيعالق قضية في المجتمع ايه القضية ازاي اهل البنت المسحيين المسحيين رفضين لبنتهم انها تحب ولد مسلم وانها تتجوزه طب خلي كده مخرج او مؤلف او كاتب سيناريو او مسلسل يطلع في مسلسله ان بنت مسلمة بتحب ولد مسيحي وانه ام الولد المسيحي بتروح تخطب البنت المسلمة وشايف ان الامر ده حق وعادي جدا شوفوا بس مجرد ما الحلقة دي تتعرض على اي قناة شوفوا المجتمع يعمل في ايه شوفوا رد فعل الاذهر شوفوا رد فعل الشيوخ المسلمين شوفوا رد فعل مواقع التواصل الاتماع شوفوا رد الفعل ايه اللي هيحصل انا بقول افترد انا بقول خلي مخرج يعمل كده مع ان انا عارف انه ولا مخرج هيتجرأ يعمل كده وعارف انه ولا كاتب لسيناريو او كاتب مسلسل او دراما او ايا كان نوع دراما هيتجرأ يعمل كده ليه لانه عارف هو اولا عنده تعصب لدينه مش قابل على بنته واخته انه ترتبط بواحد مسيحي شايف انه هو الاعلون شايف انه هو خير امة خرجت للناس شايف انه هو يد بعدين الحق واحنا كفرة مشركين احنا لو جهنم زميين فمش ممكن لا هيفكر يكتب كده ولا هيقدر يعمل كده وحتى لو كان متحرر او بيطلق على نفسه البرالي مش هيقدر يعمل كده ليه لانه يخاف من ردة فعل المجتمع لانه عارف ان المجتمع لا يمكن يقبل مشهد يخرج في اي مسلسل او قناة بيعرض الامر ده عرفته المجتمع بيفكر ازاي وعرفته المفروض فئة المثقفين بتقرس ايه في المجتمع المفروض اللي كاتب المسلسل والمخرج والممثلين دول فئة يطلق عليهم مثقفين شفتوا بقى المثقفين بيفكروا ازاي في مصر شفتوا المثقفين امثال الاستاذ الاميس الحديد وعمر اديب واحمد موسى وحمد الغيت لما اعتبروا ان محمد صلاح نصر للإسلام وتامر امين لما قال ان البريطانيات بيسلمنا بسبب اخلاق محمد صلاح وبيعتبر هذا انجلترا والبريطانيا شفتوا المسلمين المثقفين الاعلامين اللي بيطلقوا على قناة فضائية وبيعلم ان فيه مسحين بيشاهدوه شفتوا بيفكر ازاي شفتوا المجتمع بيفكر ازاي احنا ريحل فين البنات بتختفي المسحيات بسبب المسلسلات اللي زي دي يجي ولد يمسك لقطة زي دي يعرض على بنت المسحية ويقول لها ايه المشكلة يعني لو المجتمع رفض زواجنا يبقى مجتمع متخلق طب يا اخ تقبل على اختك تقبل على بنتك معنا تليفون اخونا اهاب من الصوت تفضل اخي اهاب نصر خير اخواندر وتحياتي ليك وتحياتي المشاهدينك والقناة القرمة اولا طبعا يمكن انت بحى صوتك وبرامج كتير يعني بحى صوتها من الدفاع عن حقوق الاقليات وحقوق الاقباط في مصر ولكن للأسف الشديد كل مجهودنا بيتلخص في نحن نناشد ونشجب وندين نناشد ونشجب وندين ودلوقتي تغيرت يعني احنا كنا في الأول نناشد ونشجب وندين دلوقتي نتزلل ونتوسل ونترجى وطبعا الكلام ده طبعا حتى انا معلش ليه اعتاب على الحلقة بتاعت المرة اللي فات اتعرضت كل الأحداث التاريخية لكن ما تعرضش الحل يعني يعني اللي كان ناقص لتنين مورخين مع احترامي الشديد ليهم المرة اللي فاتت اللي هم يقولوا كانت المحنى بتاكل مع محسن فحل واحدة وطبعا ده كلام انا مع احترامي الشديد للجميع يعني ما يحلش مشكلة الحقوق السياسية لا تمنح ولكن تختصب فاحنا يعني انا بتخيل لو انا عندي بنت مكتوفة او مختفية او حضرتك عندك بنت اخاندرو وعندنا برنامج عمرنا ما هنطلع نقول نناشد ونشجب وندين هيبقى فيه خطوات عملية انا من رأيي اخاندرو ان لازم وخاصة لكل الاقباط نعف وقفة سلمية احتجاجية وخاصة اللي في الخارج لتوصيل صوتنا مش اقول للامم المتحدة ولا العالم ولكن للرئيس السيسي لان الرئيس السيسي لا يقبل مثل هذه الامور نعف قدام السفرات المصرية بتاعتنا في الخارج ونندد بهذه الاعمال الفنية اللي بتشوئ المجتمع المصري اللي هي بتهدد امن وسلامة واستقرار المجتمع المصري اللي هي بتختص بحقوق الاقباط اللي هي بتختص بحقوق المسيحيين سواء كان خطف بنات سواء كان هدم كنايس سواء اعتراض بعض الداعشيين والسلفيين والاخوان على بناء الكنيس بحجة انها مش مرخصة طب انت مالك هي مرخصة مش مرخصة انت مالك وانت جهة قانونية ده انت متطرف وكل هدفك ان انت يعني تنشر التعصب وتنشر بالإرهاب في البلد ولكن بطريق غير مباشر وكل هدفك ان انت يعني تعتدي على امن المواطنين وام الوطن وسلامة واستقرار الوطن وعلى الوحدة الوطنية فانا من رأي يا خاندر وخاصة لكل من يملك ممبر وكل من يملك برنامج يحدد واقفة ويحدد معاد مسبقا بس يكون لشهر قدام قدام سفاراتنا ونندد بكل هذه الاعمال عشان نوصل قدام سفاراتنا المصرية لان احنا احسن ناس نحب الوطن عشان بس ما يطلعش حد يخولنا قدام سفاراتنا المصرية ونندد بمثل هذه الاعمال اللي هي كافيلة انها تحول مصر الى سوريا واليمن والليبيا وهذا ما لا نبغاه لتوصيل سطنة الى الرئيس المحترم الرئيس السيسي اللي هو لا يقبل مثل هذه الافعال لا يقبل اختفاء بنته او اختطاف بنته لا يقبل ان ناس وطنيين ما يصلوش اعمال فنية مثل هذه اخيهاب لا لا خليك معايا اخيهاب اخيهاب خليك معايا اه في واحد بكاتب لك تعليق سمع كلامك محمد فوزي منصور انا بعتقد الاخر محمد فوزي منصور ما شافش مقطع المسلسل اللي انا اعرضته من شوية لكن الصيغة المعتادة من اخواتنا المسلمين لما نقول اه ونصرخ من الوجع الصيغة المعتادة يقولك احنا بتعمله فتنة طائفية الاخي محمد فوزي منصور بيقول ليك يا اخي اهاب كلام اهاب هذا يدعو للصراع الطائفي نحن مسلمون ومسيحيين نعيش معا في شقة واحدة بلاش تعصب وتفكيك في وحدتنا هرد الاول وهترك لك حق الرد اخي اهاب لان الكلام موجه ليك بصفة شخصية اخي محمد فوزي منصور رقم واحد هل علمت كم كنيسة اغلقت بدواعي ان اهل القرية مش داخل على مزاجهم ان يبقى فيه كنيسة بلدهم لان بيشوفوا ان الكنيسة بيت للنجاسة ما بيعبدش ربنا هل علمت كم بيت تهجم عليه اهل قرية لانه علموا ان فيه تجمع للمسيحين بيصلوا جوه البيت هل تعلم كم شابة مسيحية خطفت واختطفت ولم ترجع لاهلها وفي الاخر جوزوها الواحد مسلم واصبحت قدام المجتمع زوجها مسلم وانجبت طفل مسلم فاصبح الولد يحمل اسم اوه والام تموت بالحصرة وتموت وهي حزينة ومكتعبة على فقدان ابنه هل تعلم الامور دي يا اخ محمد بتطلبنا انه ما نتكلمش عشان نعمل فتنة طائفية طيب ايه اللي بيحصل على الارض هو مش مطلوب نقول اه هو مش مطلوب نقول اتواجعنا هو مطلوب نقول حاضر 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 نطاتي وناخد على دماغنا باستمرار حاضر حاضر نظام ورا نظام ونظام ورا نظام ونظام ورا نظام حاضر 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 بنات تتخطف حاضر بلاش نتكلم الكنيس تتقفل حاضر بلاش نتكلم يعملوا قانون لبناء الكنيس وده قمة التعصب وقمة العنصرية حاضر بلاش نتكلم يقبضوا على الناس اللي بتصلي جوه البيت زي في العمرية وقرية في المينيا بيصلوا جوا بيتهم ممنوع يصلوا جوا بيتهم حاضر بلاش نتكلم بلاش نتكلم مفيش ولا محافظ واحد مسيحي بلاش نتكلم مفيش ولا وزارة سيادية فيها واحد مسيحي بلاش نتكلم مفيش ولا منصب سيادي في أي جهاز سيادي بلاش نتكلم بلاش نتكلم مش من حقنا نتكلم عشان الدنيا تمشي بناتنا تتخطف مش من حقنا نتكلم لان دي هتبقى فتنة طائفية الاخ محمد بيقول مفيش مسلم معتدل يقبل بخطف بس بيتخطف انت مش قابل انت مشكور جدا ربنا يباركك شكرا لزوءك ولطفك واخلاقة انا بشكرك جدا بس الواقع رأيك لا يلغي اللي موجود في الواقع الواقع بيقول ان البنات بتتخطف لكن هسألك سواء لاخ محمد فوزي منصور قبل ما اترك حق الرد للاخ اهاب لو انت تفرقت على المقطع المسلسل اللي انا عرضته من الوان الطيف وام مسلمة راح تخطف بنت مسحية لابنها وشايف ان ازباب رفض البنت ان هي خايفة بس من رد فعل المجتمع انا اسألك سؤال بضمير صالح بضمير صالح هل توافق ان بنتك المسلمة تتجوز شاب المسيحي وهل عندك اعتراض على ان الشاب المسيحي بيتجوز البنت المسلمة وامن الدولة والمجتمع كله بيقفوا في صفه هل موافق على غلق الكنيس هل موافق على محاكمة الناس لمجرد ان فتحوا بيوتهم للصلاة هل موافق اترك حق الرد للاخ اهاب باشكرك يا اخ نظر ان انت عاطتني حق الرب وباشكر اخونا محمد وبقول له اخ محمد انت كده يعني بتفكرني باللي بيقول المضروب ما تعيطش وما تسرخش لكن مش هاي نقول عليه مش هاي نقول للضرب ايب ما تضربش وغلط ما تضربش وغلط ما تعتديش على حرية الاخرين وغلط ما تضربش حد يعني كنت هتمنى اخ محمد ان انت كنت تطلع واتكت التعليق على المسلسل وتقول ان الكلام ده غلط كنت هتمنى ان انت تطلع وتقول لا الكلام ده قبل هذا التعليق ليه ما قولتش للعمل هذا العمل ليه ما قولتش للمصنفات الفنية كده وهل لو تعرض زي ما قال الاخر انظروا ان واحدة يعني مسلمة هي عاوزة واحد مسيحي كامل اظهر وافق على هذا الكلام ياريتك يا اخ محمد تبقى منصف ياريتك تقول للمسؤولين ليه فيك جامعة اسلامية وجامعة اظهر بتضبى للمسلمين بس وبتمول من دفع الضرائب مسيحيين ومسلمين 13 مليار يا اخ اهاب بتلتهم ما يقرب من ثلثين ميزانية الدولة 13 مليار رايحة لجامعة الاظهر 13 مليار لجامعة الاظهر وفي الاخر بتطلع ارهابيين هما المسيحيين ومعروف ليه يا اخ محمد ما قلتش عيب لما بيحصل حصف دين وانت عارف وكنت تلميذ وعارف ويطلع التلاميذ المسيحيين انتان في الصوف ويطلعوا في الحوش في الشمس وانتان في الشتاء يطلعوا برضو في الحوش في البرد في حين المسلمين وعضوا معززين مقرمين ليه يا اخ محمد ما قلتش ان يعني كل اعياد سواء اعياد تحرير سيناء او اعياد مش عارف او اخواتنا المسلمين بيتم او اعياد الشرطة بيتم الافراج عن كتير من المساجين المسلمين في حين لا يتم الافراج عن واحد مسيحي ويعمى في الحبس مظليم كتير ويعمى في الحبس مسيحيين مظلومين زي جرجس برومي والاستاذة دميانا شكرا وتحياتي لك انا بشكرك الاخ محمد فوزي كتب تاني بيقول كلنا مسلمين ومسيحيين نتعرض لبعض الظلم عشنا افتراءات ولو مسيحي شكى مسلم كلام المسيح المصدق ده كلام غير مظبوط وكلام غير صحيح يوقي محمد اعترض على الكلام ده ده القانون عن كسوف وخجل اضطروا يحكموا بالاعدام على اللي قتل اللي كان عنده المقلة في اسكندرية واللي قتل ابونا في عزبة النخل لكن اصلا الشريعة الاسلامية تنص على انه لا يمكن المسلم يعاقب بالقصاص بالموت بناء على دم مسفوك للزم ده شريعتك الاسلامية واتطبق كتير بقى كده تقول لي المسيحي لو اشتكى مسلم كلامه ده غير صحيح حاجة تانية انا عرضت عليك اسئلة يا اخي محمد شفنا مسلسل زي ده شفنا مسلسلات كتيرة هل توافق على اللي تم في المسلسل انا بسأل حاجة سؤال شخصي هل توافق على اللي تم في المسلسل انه ام شاب مسلم تروح لبنت مسحية وتخطبها وتشوف مش من حقها ترفض ولا من حق المجتمع يرفض والمجتمع يوم ما يرفض يبقى ده جاهل هل تقبل بقى العكس هل تقبل لو مسلسل اتعرض وام مسيحي واحد مسيحي بيحب واحدة مسلمة وتروح تخطب البنت ويعني وتطالبها بالموافقة ان هي تتجوز ابنها المسلم هل تقبل ده هل شفت مسجد اتقفل هل شفت اتقفض على ناس لانه بيصلوا اي صلاة اسلامية جوه البيت ازاي الافتراء والظلم واقع على الكل ازاي الكلام ده طيب هناخد تلفون تاني معانا بنت المسيح اتفضلي سلام المسيح ليك يا أخاندرو انا عندي تعليق على قطة التي تحكيها في الفيلم لان انا شفتها مع اقت زمانتي في الدراسة كانت بنت المسيحية بات من دولة ضربية ما عندهش فكرة عن الاسلام وكان فيه ولد مسلم فلسطيني تحبها البنت دي كانت مسالية من كله كانت القول على رفعتها آية في الجمال او اقتار زهرة جميلة جدا وكان ناوي بعد ما يجوزها يرجع فلسطين يعيش معاها هي فتت مسيحية كاتوليكية متدينة وما تفهمش ايه هو الاسلام وكانت من اعز اصدقائي فانا اعدت معاها وفهمتها الوضع يمكن الجوازة دي تصلح لو هتعمش معاها في البلد الأدنابي اللي انت عايشت فيه لكن لو هيرجع بيك يعيش فوز بأهلك هتشوف الانسان تاني ولو جي مرة وقعدت معاها وقالت له طب انت هتتجوزها على اي دين على انها يعني هتتجوزوا في الكنيسة ولا هتتجوزوا عند المقدون ولادك هيتطلعوا مسيحينيين ولا هيتطلعوا مسيحينيين هتقولهم المسيح الطلب ولا المسيح ما الطلب طبعا كان مفرد جدا وعايزني اطلع من الموضوع لانه كان هو كان سانا بيحبها يعني محدش كان بيحب في حبه لها لكن انا فهمتها لو هتروحي معا فلسطين هتشوفي انسان تاني يجبعه اللي هتتجوزيه ما كانتش قادرة تسمع وما كانتش شايفة لانه ما عندهاش خليفية انه هو الاسلام تجوزها وستترضيها فلسطين بعد سنتين وسلمي جوابات من زميلاتها وقالوا لي كل كلمة قلتيها كفتح بعد ما راح تناس تحول الى انسان تاني بقى يسيبها تنفيك ويقرق وبعدين اكتشفت انه راح اتجوز واحدة مسلمة وفي الجامعة وبقت هي زوجتها طبعا هي بمبادئها وبعقليتها وبالبيئة بتاعتها ما كانتش قبلة اللي بيحصل تربت مع ابنها لانها جابت طفل منه راح تستفارة بتاعت بلاتها وقدروا يهربوها ورجع بلاتها مكسورة بتقدر تطلع بابنها وشاف يعني بهمت انه هو الاسلام وبعتولي جوابه وفصل بان كل كلمة قلتيها اتحققت لان كل المجموعة اصطقائها من نفس البلد بتاعتها كانوا موجودين لما اقعدت معاهم البنت والولد وفهمتهم ان دي جوابه لا تصح استحالت دين الاسلامي يعني ناسب واحدة من ديانة المساحية واللي انا قلت بحسن بالنسبة للاخ يا غاب اللي قاله والاخ التاني وان احنا نعمل وقفة وغيره دي برضو مايزة رد عليها ما حصل قبل كده الاخ خديل طلب انه تحصل وقفة وكل اسف اللي وقف ضدها الكنيزة الاطبطية ومش عارف ليه الكنيزة بتتدخل تقول بها كده الكنيزة المفروض تقصر عقيدة لانهم بعتوا 3 اسف من مصر عشان يمنعوا اي وقفة هو الفيسي مش عارف اللي بيكتر وخط في البنات بكان واحد رأيك المخابرات في صغلات المخابرات ايه مصر غير خط في البنات وقت لمدها يعني احنا مش طبعا السيزة عارفوا ذلك وما نقولش ان السيزة مش عارف اللي بيكتر العارف بكل حاجة وهو حاطر ايبه في المياه الباردة في البسيطة على الاقبار احنا عمليم ونزعه لكن مجدناش حتى مناكب لمثلنا اللي بيمثلونا ناس رنبان منهمش في الزياتة ولما تدخلوا في الزياتة مشوا غلط تماما وبيخافوا على مواضحهم بيخافوا على مراكزهم قدام الزياتيين او قدام الرئيس يعني احنا خاشين ان احنا اشأنا اختيار من يمثلنا لازم تكون هناك ناس حقوقية ونسيب التحنة والرهبان للتقصو العقيبة من همش دعوة في مشاكلنا هم ليهم بس في التقصية ونتكلم معاهم اذا كانت في تقصو عقيبة ننقشهم فيه لنما اللي احنا فانسينه انها مهزلة وكل اسف كتير من الناس اللي بتحاول تمثلنا من الاثيروس دولنا خارسين من طبقات تعبانة جدا فتكون معجمة فقيرة فقيرة متوسطة ومن خلال الاثيروس طلعت على سطح الدنيا وعيش عيشة ما تقتلوش احلامه بيها في سافره ونفتحه اللي بيقول لك بتعالي اللي بيقول لك بعمل رحلات رعوية يعني احنا لسا رتالسين قريب سفرية لبلاد عربية ويقول لك الانير دعاني الانير ما دعاك والمداريس بيدور يجيك تنيسة يتفهل معنا وقال لأ انت عايش تاخد بيزا فروح بداعسة بالتفارة بتقول لهم يكوني جيدة فالذين يجبوا لك دعوة جابوا لك دعوة وروح تكلفت لان الجنة المصري خمسة سمت عشان يقضلوا من فتحة في بلاد عربية يعني احنا بنتعامل معرفة تقولوا من يتنوري ولا دوان هوني ولا يعني ده بقتي بنشوف حاجات تخب الناس اللي بتدفع سرعوا فيه اتاقصة كل بلد يزروها هم المفروض يقوموا بالعمل ده انت تشوف البابا فرانسين عارفة 2 مليار ونص نشوف نهوش حايد وطلع يتفرق على بلاد العالم ويقول لك هم المكونة على الفارس ويسمطر الفلوش التينيسة وشايف بناك بتتخطف شايف اطفال بترتكي تتموها من الجوه كما ماما ناجي قالت قالت الاطفال بتتكي من جوه والفلوش بتاعكي الشندوق بتتفرق وفتح ورفاهيه لناس كانت طالعهم من طبقات معدامة عندك تفل زي عبد المسيخ من جوه وترق خامس ترتفطه حتى ما عليك كنا أنا كنت دعائق ربنا يبركك يعني أفكارك وصلت أختنا بنت المسيح الأمر صعب والرب يدي حكمة في كل التحديات الصعبة اللي بيواجهها شعب المسيح القبطي في مصر والكنيسة المصرية ردا على الأخ محمد منصور بعتقد أو محمد فوزي منصور في حديث في البخاري بيقول كده لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر طيب إذا حصل سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا سواء كان ذميا أو معاهدا يعني داخل في عهد أو مستأمنا ولا يعني هذا إهدار دم الزمي أو المعاهد أو الاستخفاف به فقد سبق بيان الوعيد الشديد لمن قتل الذميا أو ما إيه بقى العقوبة العقوبة على قاتل الذمي فإن كان القتل خطأ فإنه يدفع ديته إيه دية بقى؟ ديته نصف دية المسلم دية الزمي نصف دية المسلم ودية المرأة الزمية نصف دية المرأة المسلمة يعني دية المرأة الزمية المسحية لو قتلت تدفع ربع دية الرجل المسلم دية المسلم المسيحي لو المسلم قاتل المسيح ديته يدفع دية نصف دية المسلم ده الشرع ده الفقه بيقول كده ده اجتماع أو اجماع المزاهب الأربعة وإذا كان القتل عمدا عدوانا فقد جاءت الآثار عن عثمان وعمر رضي الله عنه بتغليز الدية على قاتل الذمية عمدا يغلز الدية يعني يدفع دية أكتر لكن لا يحاكم ولا يقتل مسلم بدم كافر بس خلينا يعني نعرف أصول الدين الإسلامي عشان ما نتكلمش وخلاص الدين الإسلامي اللي بيقول كده ده مش كلامي ده كلام الفقه ده اجتماع المزاهب الأربعة أنه دية المسيحي أو دية المسلم على المسيح هي نصف دية المسلم يعني الزمي بيعادل أو بيعامل أنه نصف المسلم شفتوا بقى كلمة زمي إزاي يعني في زمتي يعني أنا محتل يعني أنا نصف ديتي نصف دية المسلم يعني لو واحد أتني مسلم يدفع فيها دية نصف دية المسلم لو أتل واحدة مسيحية يدفع فيها دية نصف دية المسلمة يعني ربع دية المسلم شفتوا بقى الزمية بتتعامل إزاي إحنا بنفرح بكلمة زميين بس شفت الزمية بمصر بتتعامل إزاي شفت النظرة للزمية في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي واصل إزاي نحن محمد فوزي منصور نحن حريصين على أخواتنا المسيحيين وديننا يقول وليتجاد أن أقرب الناس مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنها نصارى أيها أخ محمد فوزي منصور أنت عارف أن كل الآيات دي نصخت في صورة التوبة 29 كل الآيات اللي حقيقي ممكن تكتبها عن المعاملة نصخت في صورة التوبة 29 عندما طالب كاتب القرآن أن يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون هذه الآية صورة التوبة آخر الصور صورة التوبة آخر الصور ده قرآن والذي أنا أقوله أيضا قرآن صورة التوبة آخر الصور ولأنها آخر الصور آيات صورة التوبة الخاصة بالأحكام وأحكام القتال والجهاد والخاصة بمعاملة أهل الكتاب جاءت في صورة التوبة تنسخ كل الآيات السابقة قاتلوا فعل عمر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب هنا محصورة هي الآية محصورة من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى من وجهة نظر حتى امتناع القتال توقف القتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون صغرون يعني أزلاء مستضعفون صغرون يعني أزلاء مستضعفون التوبة 29 نسخت اللي ممكن تكتبه من هنا البكرة وانت عارف ان القرآن لم يؤتى دفعة واحدة لكن انت عارف ان القرآن قتب مفرقا منجما يعني بآيات مفرقة حسب زي ما بتقول كده أسباب نزولها أو حسب الحدث وانت تعلم ان التوبة آخر صور القرآن وتعلم ان التوبة 29 نسخت كل آيات المعاهدة كل الآيات السابقة فعلينا أن لا محمد ما قالش من أزى مسيحيا محمد قال من أزى زميا ومنقد أطلع لك الأحاديث كلها اللي بتتكلم عن الكلام ده محمد قال من أزى زميا فانا خصم يوم القيامة أول الحديث ده موضوع وضعيف وسنده مقطوع ودور على سند الحديث حاجة تانية الحديث أصلا مش من أزى مسيحيا من أزى زميا وقلت لفظ الزمي هو لفظ فيه تحقير وإزلال وعنصرية ليه؟ لأن تعبير الزم نفسه تعبير يبرهن عن العنصرية والإزلال حتى يعطوا الجزية عن يدن وهم صاغرون أنا أخاطبك بالقرآن يا أخي محمد فوزي لأنني كنت مسلم وأعلم القرآن وأعلم السنة لا أأتي لك بحديث ضعيف ولا أأتي لك بحديث موضوع ووضعته قدامك سنة حديث للي هو لا يقتل مسلم بدم كافر طيب هنروح لفيديو تاني نشوف فيه إزاي أحمد ديداد وهو بيحاول أنه هو يشرح الإيمان المسيحي على هواه وبعد كده رد عليه ونستقبل تعليقاتكم على الفيديو داد خلونا نشوف الفيديو الآتل تحمد ديداد is really irrelevant when it comes to God and Christianity and the Muslim faith and so I'd like to know not necessarily what you believe on the attack of a Jimmy Swaggart or a Pat Robertson or your own people but instead I'd like to know where is it you stand on Jesus Christ in comparison to God and your Muslim faith in a comparison between faith not men I thought I made it abundantly clear with regards to what we accept Jesus to be I said and I repeat that Jesus Christ we believe was one of the mightiest messengers of God I said we believe in his miraculous birth which many modern day Christians don't believe today we believe in his many miracles including those of giving life to the dead by God's permission and of healing those born blind and the lepers by God's permission then I said there is a parting of the ways and that is you say that he's God we say he's not God you say he's God incarnate we say God does not incarnate is that an attack or is this putting forth to you our positions and look this is our position instead of hypocritically telling you you know he performed many miracles and what he did and he spoke as a child and all that and says now I scratch on your back and you scratch my back was that what I was trying to do I said look we accept all these things we are going together here is the parting of the ways we say he's not God and he's not God incarnate because God does not incarnate and he's not the begotten son of God because begetting is an animal act it belongs to the lower animal functions of sex and we are not to attribute such a quality to God now this is the Muslim stand if that goes against your grain against your belief now you have every right to ask Mr. Didat you see Jesus is God so what makes him God he said he had no father so every person must have a father so I have to agree yes so Jesus must also have a father so if you can't show a father who is his father I said no he has no father he said no his father is God what have you to say now so he is the begotten son of God he is God's only son talk like that so what have you to say we believe in the holy trinity father son and holy ghost you know this is what our book says now do you accept the trinity talk like that the first question he did a beautiful job he said look now we believe about Christ of is when we think about the truth when we think about the truth what we think about it so what happens what happens when we think about Him and through Me you make out 名ICs Allah have to imagine those people thataper that accompany him the Bastion that Paint Allah it is be said please لي المسيح ابن الله هل الله أبو والله لا يمكن يكون أب لأنه الله لا يمكن يدخل في علاقة جنسية علاقة الزواج لأنه دي علاقة حيوانية فبالتالي الله لا يمكن يتجاوز أو يدخل في علاقة جنسية عشان يكون عنده ولد طيب يا طبعا هو راح للي خلقه راح لما صيره الأبدي لكن أنا عايز أقول لكل اللي بيتابع فيديوهات أحمد يداد وهل فعلا الرجل ده يتكلم بالحق هل فعلا الرجل ده صادق الرجل اللي بيعتبر نفسه بيناظر القصاوسة و بيناظر المسيحين و قال يدارس الإنجيل هل الرجل ده بيتكلم بالصدق هل الرجل ده قرى في الإنجيل أن المسيحين يؤمنون أن المسيح ابن الله لأن الله تزوج و دخل في علاقة جنسية فأنجب المسيح يعني أنت لما تحب تنقض الإنجيل ما تنقض الآيات اللي أنت عايز تنقضها لكن أن أنت تدعي شيء مش موجود في الإنجيل وتسوقه على أساس أنه موجود في الإنجيل وموجود في الإيمان المسيحي أنت بتجذب أنت بتجذب أنت بتجذب ليه؟ لأن لا يوجد مسيح على وجه الأرض من بداية المسيحية إلى يومنا هذا يقول حاشي طبعا أن الله تزوج العذراء مريم وأنجب المسيح وأن كنت لا تعرف الفارق وأن كنت لا تستطيع أن تميز ما بين عبارة كلمة ولد ومولود ويولد ويولد ويتولد وعبارة ابن فالمشكلة عندك مش عندنا لكن الأغرب أنك بتقولك آري الإنجيل ده الشيء اللي بيحذني والشيء اللي بيحذني أن فيه ناس بتسقف لديداد ومعتبرون أنه هو البطل والشخص العظيم والمناظر اللي محدش شاف قدامه ومش بيراجعوا كلامه ابحث بنفسك اقرأ الإنجيل بنفسك الإنجيل لم يقل أبدا أن الله تزوج العذراء مريم وأنجب المسيح فيه فارق كبير بين عبارة ولد وعبارة ابن ولد أي مولود مولود أي من خلال ولادة جسدية أي من خلال علاقة زوجية لكن الابن عبارة روحية معنى روحي ارتباط روحي لا ينادي الإنجيل ولا تنادي المسيحية أن الله عاش يتذوج العذراء مريم هذا الأمر مرفوض تماما مرفوض غير موجود في الإنجيل تماما دي الفكرة الأولى اللي قال أحمد دي ده الفكرة الثانية بقول الله لا يتجسد ليه ليه حطيت أن الله لا يتجسد قولنا الله لا يتجسد يبقى أحد أمرين الأمر الأول ما يقدرش يتجسد خايف أنه لما يتجسد طبيعته تتغير أو مجده يقل أو عظمته تقل أو طبيعته تختفي أو يبتلع بطبيعته في الجسد الإنساني يبقى خايف أو الإحتمال الثاني مش عايز لأنه متكبر لأنه شايف أن البشر ما يستحقوش وشايف أن البشر ولا حاجة فقول أنك تقول الله لا يتجسد مين أنت كإنسان تغير تحكم على الله لا يتجسد مين أنت تفرض على ربنا يعمل إيه أو ما يعملش إيه ليه الله ما يتجسدش ليه اللي يمنع أن الله يتجسد ما هو السبب الضروري الذي يمنع عدم تجسد الله سببين يعمل أنه عاجز يعمل أنه مش عايز لأنه متكبر لو عاجز يبقى مش إله لو مش عايز لأنه متكبر وشايف أن البشر لا يستحقه يبقى مش إله يبقى إله تاني يبقى فرعون ولا أي إله تاني لكن الله الذي نعبده إله قادر على التجسد وأن التجسد لا يقلل من شأن الله لأنه لا يوجد أمر يقلل من شأنه أو يزيد من شأنه لأن الله عظيم في ذاته ومطلق الكمال في العظم والقدرة والاستطاع والصلاح والمحبة ويفعل كل شيء وقادر على كل شيء وفي نفس الوقت هو إله محب أراد أن يظهر ذاته للبشر واختار الطريق المناسب الذي يستوعبه البشر في إظهار ذاته عشان كده كل إخوتنا محمد بيقول أتحدى أي مسيحي يقنع أي مسلم بأن يشتم على المسيح الذي نجله ونسمي بناتنا باسم أمه السيدة مريم ونفخر بهم أمين أخ محمد ومين قالك أننا بنشتم أو في أي حد بيشتم هو لغة ليه وجود لغة الشتيمة وليه تقولها تحدى أي مسيح يشوف لا فيه مسلمين بيشتم فيه مسلمين إذا كانوا القرآن نفسه شتم تبت هذا أبي لابن وتب ما ديشتيمة ده لفظ شتيمة ليه ندخل في صيغة تحدي أنت تجل وتحترم المسيح أنت حر قرآنك أجل وأحترم المسيح ليس فضل منه لكن فضل في ذات وشخص المسيح نفسه لأن القرآن أتى بعد المسيح ووجد في بيئة في بداية وجود الإسلام في بيئة كانت هذه البيئة بيئة تدعو إلى النصرانية الأبيونية والنصرانية النصطرية وكان ورقة بن نوفل ابن عم خديجة قص أبيوني يؤمن بالمسيح فالإسلام لم يضف جديد للمسيح والمسلام لم يكرم المسيح لأن التكريم للمسيح أن تعطي المسيح حقه لأن تسلب جزء من حقوقه لكن الإسلام جاء ليسلب المسيح جزء من حقوقه لأنه يكرمه فإن كنت تعتقد أن تكريم القرآن للعذراء مريم أن أطلق عليها اسم صورة هو وتعتقد أن هذا تكريم القرآن أيضا قرم البقرة فأطلق عليها اسم صورة القرآن قرم النح فأطلق عليه اسم صورة القرآن قرم النمل فأطلق عليه اسم صورة القرآن قرم العنكبوة فأطلق عليه اسم صورة القرآن قرم الأنعام فأطلق عليه اسم صورة هل تعتبر هذا التكريم أيضا؟ لكن القرآن أهان العذراء عندما دعمه أن هناك ملاك تجسد في صورة بشر تمثل في صورة بشر ونفخ في فرج العذراء التي أحسنت فرجها دي أهانة أهانة الإيمان المسيحي لا يقبلها أبدا لأنه لم يحدث هذا لأن الروح القدس اللي هو روح الله حل على العذراء المطوابة مريم وقوة العلي ظللتها لذلك المولود القدوس منها اللي هو المسيح يدعى ابن الله لا علاقة جنسية ولا ارتباء جسدي ولا علاقة جسدية ولا ملاك نفخ في فرجها لكنها علاقة روحية وارتباط روحي وتجسد إلهي أخوات المسلمين ماذا للحديث بقية أن نتحدث معكم عن الإيمان المسيحي نوضح لكم منا وليس من شيوخكم ولا من قرآنكم ولا من سنة محمد إيماننا المسيح لا تأخذ الإيمان المسيحي من القرآن ولا تأخذ الإيمان المسيحي من السنة ولا تأخذ الإيمان المسيحي من قتب السلف ولا تأخذ الإيمان المسيحي من أفواه الشيوخ لكن خذ الإيمان المسيحي من الإنجين نفسه لأن الإنجين نفسه هو الكتاب الوحيد الذي يتحدث عن المسيح بالصفة الشخصية كما أنني عندما أعرف الإسلام أو أبحث عن الإسلام أو أدرس الإسلام لا أدرس الإسلام من ثم القصاوسة ولا أدرس الإسلام من الفضائيات المسحية ولا أدرس الإسلام من الإنجيل ولا أدرس الإسلام من كليات اللهود ولا أدرس الإسلام من شيوخ المسلمين لكنني أدرس الإسلام من النص القرآني ومن السنة المحمدية لكي ما أستطيع أن أحكم جيدا على الإسلام أدعوك أخي المسلم أنك تقرأ الإنجيل بنفسك لا تعطي أذنك لحمد ديداد أو خلافه رأيتم أن أحمد ديداد يجذب لأن الإنجيل لم يتحدث قط أبدا أن العذراء أنجبت المسيح من خلال علاقة مع الله حاشا وعيب يتقال كده على ربنا عيب جدا يتقال كده على ربنا أدعوك لقراءة الإنجيل أدعوك لقراءة الإنجيل ففي الإنجيل ستجد المسيح وبخلاف الإنجيل ستعرف جزء عن المسيح لكنك لن تعرف المسيح صلاة الإخوات المسلمين أن يصلوا للحق وأن تستنير عيونهم بنور معرفة الإنجيل بنور معرفة الحق أستودعكم في يد الرب القدير وعلى اللقاء نلتقي لأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر ورب معكم مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر إلا أنا مخذوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر 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 إلا أنا أنا مش كافر أنا أنا مش كافر أنا مش كافر